اهلا بكم نخصص هذا الحوار الاقتصادي للحديث عن آخر المستجدات المتعلقة بملف استخراج الغاز في لبنان فمنذ وصول سفينة أنرجين باور إلى حقل كريش قبلة فلسطين المحتلة عاد إلى الواجهة ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة ولسيما أن هذه السفينة تجاوزت الخط 29 إلى منطقة متنازع عليها فهل يكون هذا الأمر انذارا للسلطة السياسية في لبنان لتسريح الخطوات نحو ترسيم الحدود وإقرار القوانين والمراصيم اللازمة وماذا عن دقة التسريبات المتعلقة بإمكانية أن تعدل إسرائيل ترسيمها للحدود بشرط أن يقبل لبنان بأن يتشارك مع كيان الاحتلال حصص الغاز الموجود ضمن مساحة 860 كم وهي أيضا محل نزاع وفي كل الأحوال كيف يجب أن يتصرف لبنان بعائدات الغاز التي يحتاجها بشدة في ظل الأزمة المالية والنقدية غير المسبوقة هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيفنا الخبير الاقتصادي والباحث في الاستراتيجيات الاقتصادية الأستاذ زياد ناصر الدين أهلا بك أستاذ زياد قبل أن ندخل في دهاليز الخطوط والخرائط لابد من الاستفهام قليلا عن إمكانية أن تبدأ بالفعل إسرائيل بعملية الاستخراج بعد ثلاثة أشهر كما زعمت هل هذا يعني أن الحرب المحتملة قد تنشب خلال هذه المدة إذا ما أقدمت فعلا على استخراج الغاز يعني أولا طوقيت الحرب هو يرتبط حكما بموضوع والمعادلة الأخيرة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله عندما قال الاستخراج مقابل استخراج وبالتالي أصبح الموضوع واضح استخراج من الكيان المؤقت ومن الحقول الفلسطينية المحتلة دون الاستخراج من لبنان وبالتالي تحت سقف الخطاب هو توقيت دقيق جدا ويرتبط به بشكل أساسي كل أمن المتوسط وليس فقط الواقع بين لبنان والكيان المؤقت وبالتالي المعادلة كانت واضحة الأقوى في هذا الموضوع أن هذه المعادلة ارتبطت بعد كلام أخير أطلقه المبعوث الإسرائيلي الأمريكي إلى لبنان هوكشتاين بالتحديد عندما قال يجب أن لا تفكروا تشدد على اللفظ الإسرائيلي هنا طبعا طبعا هوكشتاين لأنه إسرائيلي وبالتالي عندما قال يجب أن لا تركزوا على موضوع الخطوط ركزوا على الاقتصاد جميل جدا والاقتصاد يقول كسر الفيتو الموجود على عدم الاستخراج من لبنان في كتاب المقاومة الاقتصادي الذي يتكلم عن التاريخ والحاضر لأن معظم الأوقات الاستعمار يقوم بكتاب تاريخنا أو يكتب تاريخنا وهو يحدد مستقبلنا لأول مرة بتاريخ المقاومات والشعوب هناك مقاومة تقول أن التاريخ صنعته المقاومة وأن المستقبل الاقتصادي ستكتبه المقاومة والاقتصاد هو سر السياسة وبالتالي نحن أمام مرحلة بالتحديد نتكلم فيها بشكل أساسي عن التحرير الاقتصادي التحرير الاقتصادي هو تحرير البحر وتحرير النفط والغاز من القيود التي وضعت عليه منذ عام 1926 وللعلم أن الامتيازات أول حق امتياز لاستخراج والتنقيب عن النفط والغاز في لبنان كان عام سنة 1938 وبالتالي كان هناك مرحلة جرى خلالها استكشافات في عدد من المناطق اللبنانية منطقة صحمر ويحمر والقاع وتل زنود وعدلون نتحدث عن البر هنا وليس فقط البحر بداية عن فلبر وكان عام 1953 كان أول حفر بئر في لبنان وعام 1960 تم حفر ثلاثة أبار في لبنان وتم ردمها بتاريخ 11 نيسان 1975 كان هناك قرار وصدر أبان الرئيس الراحل سليمان فرنجي قانون يحدد ويضع لبنان بمسار استخراج النفط والغاز في لبنان والجميع يعلم أنه بعد ثلاثة أيام بدأت الحرب اللبنانية وبالتالي لا نعلم إذا كان هذا الموضوع مرتبط هنا أو هناك عام 2009 عندما تم الاستكشاف في المتوسط بدأ الاستكشاف عام 2002 بهقيقة المسح الجيولوجي الأمريكي المصوحات الزلزلية في البحر تقصد في كل المتوسط وضع تقرير يقول أن هناك 122 تريليون قدم وكعب من الغاز في منطقة المتوسط بصواحل المتوسط وهناك خريطة اليوم سنكشف فيها بعض الأسرار الموجودة في هذه الصواحل ومن خلال هذه الخريطة يتبين أن واحد كل المصوحات التي جرت في المتوسط اليوم أفادت أن هناك استكشافات وصل حدها الأقصى إلى 57 تريليون قدم وكعب من الغاز والباقي موجود في لبنان وسوريا وبالتالي تقصد الكاملة الأكبر تتركز في المياه الاقتصادية للبنان وسوريا ومن 122 تريليون قدم مكعب وجد 57 أما الباقي 64 تريليون قدم مكعب هي موجودة في لبنان وسوريا وكل الدراسات والمصوحات أولا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي للاتحاد الأوروبي لصندوق ماريشال للاستثمار وشركة توتال وشركة بي جي آس الناروجية وقد نشرت مقالات علمية في كثير من المجالات العلمية التي تتعلق بالنفط والغاز تؤكد أن الكمية الكبرى ليس فقط في الغاز أيضا في النفط لأنه الكلام اليوم عن الغاز لكن هناك مليار و700 مليون برميل نفط لم يتم استكشافها في أي مكان من العالم وهناك تقارير دولية أفادت من خلال عدة مؤتمرات كانت تتكلم عن إرادات النفط والغاز وتتكلم عن غاز المتوسط كبديل لأوروبا وتتكلم عن لبنان والمخزون الأكبر وبالتالي اليوم نحن نتكلم عن عشر بلوكات لبنانية مقابل البلوكات الموجودة في الكيان المؤقت عندها العدو الإسرائيلي فلسطين المحتلة للعلم بالأرقام حقل داليت تمار تنين كريش وليفايتن ودولفن وماريئن وشمشون هذه الحقول التسعة اليوم حدها الأقصى يصل إلى 17 تريليون قدم مكعب من الغاز سنكتشف لاحقا أن أصغر حقل في لبنان يحتوي كمية من أكبر حقل في الحقول الموجودة عند الكيان المؤقت إذن الطمع في لبنان هو ليس مرتبط فقط بموضوع أن لبنان يمتلك غاز لا هم يريدون الحصول على كمية من لبنان وأيضا يريدون الكلام عن البلوك رقم 8 أي الدخول مباشرة إلى قبرص عبر أنبوب للمتوسط يدخل من البلوك رقم 8 من كريش إلى بلوك رقم 8 للعلم حقل ليفايتن هو الحقل الأكبر كما يقولون في الاستكشافات حدها الأقصى كانت 9 تريليون قدم مكعب من الغاز وحقل تمار تكلموا عن 8 تريليون لكن هو لم يصل حتى اليوم إلى 3 تريليون قدم مكعب من الغاز وحقل تنين هو يتكلم بشكل أساسي عن ربط الغاز مباشرة إلى الأسواق الداخلية عند العدو الإسرائيلي أما ماري أنب وحقل دولفن وحقل الحقول الأخرى هي حقول عائمة لم تصل الكمية الكبرى إلى حتى التريليون أوروبا اليوم تحتاج إلى بالحد الأدنى إلى 950 مليار متر مكعب من الغاز نعم أعذرني قبل أن نصل إلى أوروبا إذا سمحت لي بالمقاطعة قليلا الخط 23 يمر عبر أو في منتصف البلوك رقم 8 أليس كذلك؟ هذا هو حق 23 هذا الخط هو الخط 23 تماما وهذا يمثل من تقاهية محل نزاع أيضا كان هناك تسريبات بالمعلومات تمام في الأعلام الإسرائيلي كان هناك تسريبات بأن هناك مقترح إسرائيلي سينقل إلى هوكشتاين كما أردت تسميته أموس هوكشتاين مفاده بأن إسرائيل قد تتنازل أو قد تقبل بتعديل ترسيمها الخاص للحدود البحرية مقابل أن يوافق لبنان على منحها حق القريش بالكامل على أن يتشارك معها يتشارك بين مزدوجين حزس الغاز الموجودة ضمن منطقة 860 كيلومتر هي تقريبا ضمن البلوك الرقم الثمانية هناك خريطة أخرى يمكن أن نراها الخط 23 هناك خريطة أخرى يمكن للزملاء إظهارها الآن هل تعتقد بأن هكذا مقترح عفوا أن يصح وصفه باستاذاجة سيتقدم رسميا إلى هذه الخريطة هل يمكن أن يتقدم هكذا اقتراح إلى الحكومة اللبنانية وكيف يجب أن ترد للتأكيد على ضمان حقها حق الشعب اللبناني بثروة الغاز في مياهه أولا هذا المقترح هو ما حمله هوكشتين في كل زياراته الماضية حرسا؟ علنا بصراحة هذا لم يذكر أو ينقل بتصريحات رسمية على لسان مسؤولين لبنانيين ولم يرد في وسائل الإعلام اللبنانية أيضا هو قال أن البلوك رقم 9 يمكن الحصول عليه بشكل كامل مع اقتطاع من البلوك رقم 8 هذا الخط هو يمثل هوف بلاس أي بمعنى أن يعطى لبنان بالبلوك رقم 8 96 كم مربع على خط هوف الأساسي وهو يعتقد بأن مقايدة بين البلوك رقم 9 وبلوك رقم 8 الآن بعد خطاب الأمين العام الخط 23 انتهى أصبح ملك لبنان الكلام الأساسي اليوم عن المنطقة المشتركة والحقل المشترك أي 23 بلاس بمعنى 300 كم زائد إلى لبنان وليس 300 كم ناقص إلى حقل لبنان هوكشتين يحمل هذا الاقتراح؟ لا ليس هوكشتين ما يطلبه لبنان اليوم الحقل الكامل اللي كان في حال ثبات وجوده الحقل الكامل وبالتالي تأكيد على أنه الأهم في الموضوع قبل الكلام عن خطوط معهوكشتين يجب أن يحمل معه المقترح الأساسي هو المرتبط بالاستخراج لأن المشكلة اليوم ليست فقط في الخطوط الخطوط مهمة لكن الأهم اليوم هو الاستخراج لأنه يمكن أن يعطى لبنان يقال للبنان حتى لو أعطي لبنان الخط 29 مثلا ولم يسمح لأي شركة بالاستخراج في لبنان وبالتالي النتيجة واحدة لكن شرط الشركات لبدء العمل بالاستخراج هو ترسيم الحدود لكي تعرف نفسها أين تعمل وهذا يستوجب ليس فقط مع الأهمية الكبرى لدور المقاومة في هذا المجال ولكن هذا يستوجب إقرار المرسيم العالقة أيضا لدى الحكومة اللبنانية والرئاسة الأولى اللبنانية أولا بالنسبة للشركات الشركات كانت تعمل في لبنان في البلوك رأم أربعة وهي بعيدة جدا عن أي مشكلة توطال تتحدث؟ توطال وتوطال انصحبت من لبنان بقرار أمريكي وبالتالي وضع الفيتو بشكل مباشر على الغاز في لبنان لأمور تتعلق بالاقتصاد تتعلق بتثبيت الحصار الاقتصادي على لبنان وتكسيف الأزمات الموجودة بالتالي هناك من يريد أن يكون لبنان ملحق بالواقع النفطي لبنان اليوم يقول نحن لدينا القدرة لأن نكون مستقلين وبالتالي لدينا الاستقلالية الكاملة في موضوع النفط والغاز وما هو مطلوب اليوم؟ من هوكشتاين عندما يقدم عندما يصل إلى لبنان أن يكون معه الحل بمعنى الحل هو يرتبط واحد باستخراج النفط السماح للشركات باستخراج النفط هم يعلمون جيدا بأنهم يمنعون الشركات من استخراج النفط في لبنان ثانيا الخط الذي ممكن أن يقبل به لبنان لن يكون تحت 23 بلاس بمعنى كل المشترك من البلوك رقم 9 إلى داخل المنطقة اليوم المتنازع عليها هي بالحد الأدنى لا يمكن أن يكون هناك مطالب أكثر لكن بشكل أساسي لن تقبل المقاومة اليوم بشكل وحسب ما قالت وصرحت بأن يكون هناك تنازل وبالتالي الخط 23 موجود 23 بلاس هو ما يتم العمل عليه بشكل أساسي اليوم لحفظ الحقوق مع بشكل أساسي موضوع المرتبط بالاستخراج والاستخراج لديه دلالات كثيرة ولديه ارتدادات كثيرة على الاقتصاد اللبناني بطبيعة الحال سنصل إلى هذا الموضوع وخصوصا أنك ذكرته وتحدثت عنه في مقال نشر مؤخرا في الميادين دوت نت ولكن لابد من السؤال أيضا لكن هناك موضوع أساسي أولا لن يكون هناك صندوق مشترك بين لبنان والعدو الإسرائيلي هذا طبيعي بطبيعة لأنه هو ما يطرحه هوكشتاين له تمام في الواقع لهذه الأسباب التي ذكرتها الآن أيضا تلك ائتلاف نوفاتاك توتال وإني يعني الائتلاف الروسي الفرنسي الإيطالي تلك في بدء العمليات أيضا في البلوك الرقم التسعة هي نفس الضغوط مريست على توتال وعلى الائتلاف بأكملية؟ طبعا الائتلاف ليس روسي فرنسي إيطالي للتصحيح شركة نوفاتاك هي ليست شركة روسية بمعنى مثل الجاز بروم أو الشركات الكبرى هي شركة فرنسية تم تسجيلها في روسيا لأسباب تتعلق في العمل في المتوسط وبالتالي اليوم نوفاتاك هي شركة صغيرة أمام الشركات الكبرى الموجودة في الشرق وخصوصا في روسيا الائتلاف اليوم هو اائتلاف لا يستطيع العمل إلا بالأوامر الأمريكية وبالتالي شركة أني الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك 51% من حصة أني وشركة توتال تعمل بالأوامر الأمريكية إذن نحن اليوم أمام معادلة جديدة العالم اليوم يحتاج إلى الغاز والغزاء وأوروبا تحتاج إلى الغاز بشكل أساسي العدو الإسرائيلي لديه حلم وهو قام بتوقيع اتفاقية بتوريد الغاز إلى أوروبا لبنان للعلم وبكل وضوح لا يستطيع أن يكون حلف من منتدى المتوسط الذي تقوده إسرائيلي المنتدى الذي يقوده العدو الإسرائيلي هو لبنان عائق كبير لا يمكن أن يكون من خلاله أثنان لبنان لديه القدرة أن يكون هو مركز لانطلاق الغاز بالاتفاق مع روسيا عبر الخطوط الأنابيب الموجودة والتي ترتبط مباشرة من روسيا ومن إيران والعراق وسوريا إلى المنطقة وبالتالي هو لديه القدرة أن يكون متصدر في هذا الموضوع وهو أن يقود مجموعة دول تالي نحن أمام مرحلة معقدة جدا المتوسط هناك أزمة طاقة في العالم وهناك أزمة منطقة في المتوسط وقد يكون المتوسط ما بعد حرب أوكرانيا أيضا منطقة نزاع لأن هناك الكثير من المشاكل اليوم الحدودية ما بين تركيا واليونان ومصر وليبيا واللبنان والعدو الإسرائيلي حتى بين العدو الإسرائيلي ومصر هناك مشاكل أيضا بالحدود البحرية لكن لا يتم الإضاءة عليها كثيرا هناك قصة صغيرة جرت في المتوسط في حقل زهر المصري بالتحديد كان هناك توتال دخلت للعمل أولا وقالت أنها غير مهتمة وخرجت بقرار أمريكي ثم دخلت شركة آني وفي نفس المكان وجدت أكبر اكتشاف للمتوسط 30 تريليون قدم مكعب من الغاز وفي ذلك الوقت كانت مصر تتجه إلى صندوق النقط الدولي وتطالب بقرد لم يوافق صندوق النقط الدولي وكان يضع الكثير من الشروط عندما تبين أن هناك غاز بدلما أن تعطى مصر 6 مليار دولار أعطيها 17 مليار دولار وبالتالي هذا الواقع اليوم لبنان يعيش بكل تفاصيله إذا انتقش تكرار سيناريو نفسه في لبنان بالتأكيد وبالتالي أعيد وأكرر لاحقا سيتبين أن أصغر حقل في لبنان لديه كمية من أكبر حقل موجود عند الكيان المؤقت بالتالي لبنان هو يعوم على خزان كبير من النفط والغاز حسب كل الدراسات وحسب السلوك السياسي للولايات المتحدة الأمريكية مع لبنان بالتحديد الذي تمنع لبنان من الحصول على الغاز وعلى النفط واستخراجه حتى تمنع لبنان من القول أنه يمتلك غاز تعلمين إذا فعلا الشركات في التنقيب قالت أن لبنان يمتلك هذه الثروة من دون أن يستخرجها تعلمين ما هي ارتداداتها بشكل فوري على انهيار الليرة وارتفاع سعر صرف الدولار والاستثمار في موضوع الكهرباء وإعادة لبنان إلى خارطة اقتصادية المقاومة اليوم وضعت لبنان بمصاف بأنه يستطيع أن يكون له دور في الاقتصاد بعدما أن تم دفن دوره في هذا السياق لابد من العودة إلى مقالك في الميادين دوت نت عددت فيه سلسلة منافع لبدء استخراج الغاز من المياه الاقتصادية للبنان من بينها تهافت الشركات الدولية للاستثمار في قطاع الكهرباء من دون شروط ما يوفر على الأقل ملياري دولار بشكل مباشر على اقتصاد لبنان وأربعة مليارات دولار بشكل غير مباشر إضافة إلى جذب الاستثمارات في البناء التحتية للنفط إنشاء مركز لتسييل الغاز وتصديره إلى أوروبا وغيرها طيب هل يملك لبنان الخبرات والقدرات اللازمة والمعرفة اللازمة في مجال استخراج الغاز لكي لا بين مزدوجين يغبن من قبل الشركات التي كما تفضلت تتعرض لضغوط تدفعها أحيانا إلى إخفاء أو تزوير بعض الحقائق هذا يرتبط اليوم بطريقة تعامل الدولة اللبنانية لاحقا أمام الدولة خيارات إذا أرادت أن تتعامل مع الشرك وهي قادرة أن تتعامل مع الشرك وتعطي وتقوم باتفاقيات مهمة مين بالشرق؟ في الشرك هناك أكثر من دولة روسيا مشغولة بعملية عسكرية لا لا أبدا أبدا هناك في الشرك أكثر من دولة تهتم بموضوع الغاز روسيا، إيران، الصين، وكوريا وبالتالي روسيا والصين طوروا الكثير من التقنيات المتعلقة باستخراج الغاز أنا لا أقشف سر هنا عندما أقول أن لديهم تقنيات إذا اجتمعوا مع بعض لديهم تقنيات مهمة جدا إيران اليوم تعمل بشكل كبير على هذا الموضوع وبالتالي يجب أن يكون هناك بدائل إذا استمر الغرب بالحصار على لبنان والغرب هنا أوروبا لم يعد لديها هذه المصلحة هي تحتاج إلى استخراج الغاز من لبنان والنفط أيضا لكن إذا استمر هذا الموضوع خاصة أن اليوم ما يجري في ألمانيا هو خطير جدا وينبئ بكارثة في أوروبا أوروبا اليوم أمام مرحلة ما يجري في ألمانيا تقصد نقص الغاز؟ نقص الإمدادات في الغاز بطاقة وبالتالي ما يجري اليوم هو ينعكس بشكل سلبي على اليورو وبالتالي هذا الانعكاس على العملة قد يؤدي انهيار العملة طبعا وطلقا سيؤدي إلى انهيار وتفكك الاتحاد الأوروبي وبالتالي هناك أصوات كبيرة اليوم تقول في أوروبا لماذا لا نقوم باتفاقيات سنائية كما فعلت إيطاليا مع الجزائر اليوم وكما تفعل اليوم دول أخرى مثل بورتغال وأسبانيا تقدم طلبات للحصول على غاز بشكل منفرد خارج واقع الاتحاد الأوروبي ولكن كم من الوقت سيحتاج لبنان أستاذ زياد؟ إذا افترضنا أن عمليات الاستخراج بدأت الآن لمن يعلم ولمن لا يعلم إلى أن تسمع المنصات وتستقدم إلى المياه وإلى أن تبدأ العمليات البيع أيضا هناك على الأقل عشر سنوات يجب أن ينتظرها اللبنانيون لجني ثمار مساعيهم أو أعمالهم في قطاع الغاز أليس كذلك؟ لا أبدا هذا كلام يتم تصويقه عبر الجمعيات الأمريكية وهو كلام أمريكي بالتحديد هذه تقديرات خبراء قرأناها واستمعنا إليها حتى في محادثاتنا الشخصية معهم معظم الجمعيات الأمريكية تقول التي تعمل في مجال الغاز والحوكمة تقول أن هناك حاجة لعشر سنوات لاستخراج الغاز صحيح الغاز يأخذ وقت ما بين أربعة لست سنوات للاستخراج لكن كما يقولون لا إلهة لكن هناك تكمل لا إلهة إلا الله ما تتم التي عندك تكون على الشكل التالي أولا في أي بلد يتم استكشاف الغاز فيه أولا تبدأ العقود من بداية الاستكشافات ثانيا يتم بداية الاستثمار في البنى التحتية تحضيرا للنفط ثالثا يتم تحطر الشركات بشكل أساسي لتنويع استثماراتها خاصة لأن هذا البلد سيكون لديه مردود مالي كبير أربعة يتم تأسيس صندوق للاستثمار ومن خلال هذا الصندوق الاستثماري يبدأ بإصدار أسهم في عالمية وبالتالي هناك الكثير من الدول التي تهتم بالاستثمار بهذا المجال خمسة خاصة في لبنان على صعيد الكهرباء هذا يلعب دور مهم جدا لأن معظم الشروط التي توضع على لبنان اليوم لما لعمنا الكهرباء والتي هي العامل الأساسي اليوم في استنزاف الاقتصاد اللبناني وفي تأخير النمو الاقتصادي في لبنان وبالتالي تضع لبنان أمام مشكلة كبيرة في الانتاج وفي أمور كثيرة هذه الأمور يبدأ حلها منذ السنة الأولى وبالتالي خلال السنوات الأربع التحضير للنفط يكون لبنان أمام مرحلة التجهيز والجميع يعلم أن هذا التجهيز اليوم هو جزء أساسي يعتمد عليه في التخطيط الاقتصادي للانتقال من مرحلة إلى مرحلة وبالتالي هناك من يعتقد الغاز والنفط هو ليس بيع سلعة وبانتظار مردودة الغاز والنفط يأتي بشكل مصادر الطاقة يبدأ مفعولها الاقتصادي من اللحظة الأولى وجميع الخبراء يعلمون ذلك يبدأ مفعولها الاقتصادي من لحظة الاستكشاف وهناك الكثير من الدلائل ولاحقا نكون بحلقة مفصلة في الميادين ونعطي أمثلة كيف بدأت دول باستكشافات الغاز وكيف بأي وقت حصلت على المردود البيع ولكن كيف تم توقيع الاتفاقيات مباشرة تتحدث عن تغافة الاستثمارات طبعا هناك اقتصاد في الاقتصاد الكل هناك استثمار مباشر واستثمار غير مباشر من يحاول أحباط اللبنان دائما بكأنه تأخرنا تأخرنا في الواقع ترحت عليك السؤال لأن هناك دول عريقة في مجال استخراج وتصدير الغاز أيضا فيما تتحدث عن إمكانية أن يساهم لبنان بتعويض الفاقد من الغاز الروسي خصوصا بالنسبة للأوروبيين لا لا هو لا يساهم هناك من يريد لبنان أن يكون جزء من الحصار الذي سيفرد على روسيا من المتوسط أنا أقول لبنان مستقبل لبنان وأسواق لبنان قد ترتبط بالشرق أكثر من الغرب تمام الفكرة وضحت شكرا جزيلا لك الأستاذ زياد ناصر الدين وأنت الباحث في الاستراتيجيات الاقتصادية شكرا مرة جديدة والشكر موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر